استقبلت محافظة بورسعيد سفينة تالوجس هوب المكتب العائم الأكبر في العالم والتي تحتوي على آلاف الكتب في مختلف المجالات لكل الأعمار تجوب موانئ العالم لنشر المعرفة ولمحبي القراءة وتقدم أنشطة تعليمية وترفيهية لروادها السفينة يعمل بها متطوعون من أنحاء العالم وقادمة من ميناء بيروت ومقام على متنها أكبر معرض عائم للكتاب بعد توقف دام أكثر من 12 عاما وستستقبل الزوار لالتقاط الصور التذكارية عليها في حدث ثقافي كبير وترس السفينة بميناء بورسعيد لمدة 20 يوما لتغادر في 23 يناير وتفتح السفينة مع رضاها العائم لألاف الزوار يوميا من الطلاب ومحبي القراءة من الفئات العمرية بين 13 وحتى 65 عاما ويصل طول السفينة 132 مترا ويصل عدد الفريق بها إلى أكثر من 400 متطوع من أكثر من 60 جنسية مختلفة ترجمة نانسي قنقر